موسيقى السلام عليكم بناس و امركم بخير اتمنى انكم تكونوا بخير و المهم لما نكتر عليكم الغذرة اليوم سوف نصب معكم القنافة انا بدأوا بالعجين ديالها حتى القشطة سوف نعمرها مهم لدي كسان الماء مهاتي من الروبيني لدي كسان الماء سوف نخلط كهربائي سوف نخلط 4 كاس زيت نباتية ضروري من خلط كهربائي لتخلط مولينكس لتطحن لكل مكونات بزيان لدي كسان الماء بطبيعة الحال لدي كسان الطقيق الأبيض سوف نقوم بالخلط و انطحنه 1 دقائق و لا ننسى قبيصة الملحة سوف نقوم بالتحل المكونات سوف نعود لديك القوام بحال الكيك تقيل اخذت فورشيت سوف نسخنها فوق البطة سوف نقوم بالقرعة و نتقبط الغطاية ونجعلها حتى تسخن ونبقى نوزع خطوط كما تشوفوا معي الخطوط عندي رقاقين نوزعها كاكع شوائيا بحلقة نغير تشد دراسة ونحيدها نضيفها كما تشوفوا عندي لعافية ما مهيلة ليس مجهدة وليس خفيفة لا تكون موينة بالنسبة لديكم نقيطة لكي يخرجوا لكم العجينة تخرج لكم بقطعة حاولوا انكم تضغطوا على القرع تضغطوا على القرعام باش تخرج لكم العجينة خط واحد لا تبقى تورقوا انا هذا ودي فول اللي هدرت انني ما تضغطوا مزيان لا تضغطوا نفس الغلاط ونستمر بحلقة حتى تنسى العجينة كامل ترجمة نانسي قنقر 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 لديك 3 كيسان العلمة 4 أقل ملعق 3 كيس 1 كيس 1 كيس 1 كيس 1 كيس 1 كيس 1 كيس 2 كيس المدة 10 دقائق حتى يطلقها مزيان ونجعلها برد بعد قطعت الغنافة بعد قطعتها ثلاثة المعلكة الزبدة وضوبتهم وخوصهم فوق الغنافة ونبدأ نخلط ضروري الغنافة تكون مقطعة سهلة لا تقشخ خيط طوال طريقة الحلقة حتى نسجم الزبدة ونأخذ 1 مل مل اي مل عندكم انا لدي مل يتحل احسن إذا كان يتحل نحاول نتبسها جيدا ونضع طبقة متساوية وندخلها للفرن على عفية مهيلة حتى يتحمر من تحت ومن فوق ونحن نخرجها ونبسح بعد اخذيت نسطر الحليب كامل من اقضى. اخذيت تلاثة المعالقة ساندة لحسب التوق هذه المعالقة ممكن يزيد من تلاثة المعالقة هل نضغي تلاثة المعالقة وقد نضغية تلاثة المعالقة ناشا او لميزينة طبعة الحالة بنتمعالقة الكبار ونخلط مزيان حسيته باليدي كما زينا ونضيفهم فوق النار حتى يعقد لي الخالط ويكون عاقد هذا هو المطلوب بحالك يكون عندنا الخالط ناخد واحد جوج بيرلي او العجوب بيرلي اللي يكون في الحب سيدر خمسين ريال في الحانوز نضيفه لك الخالط الحليب وميزينة وسكر ونخلطه مزيان حتى ينسى جمليا ونضيفه على جنب يبرد مرة لك القنافة اللي قدرت في الفران ناخد القشدة ونوزعها فوق القنافة ونحاول ما نقصوش الجوانب دروري ما تقصوش الجوانب باش ما تخرج لنا ناخد القنافة اللي قسمتها لجوج اللي بقالي نضيفه الفوق ونحاول نصد بهدوك الجوانب اللي خليه تخاوين ونحاول نتبسوها بزيان وندخلوها الفران حتى ترجع لنا اللون الدهبي اللي بغينا من الفوق تعطينا ذاك اللون وتحمر ضروري تكون حافية مهيلة مججينا بقرمشة هنتما البنات بعد ما خرجناها من الفران وجدنا القطر ديانا هوا قد نسقي به وهي سخونة والقطر خاصه يكون بارد على هات الشكل هادا تسقيها مزيان هات القنافة ديانا ويوجدت وتزين كيبخال حتى بالرغبة وهذا هو اللي بغينا احنا من هاد القنافة هادا خليناها في الفران حتى اعطتنا هاد الوين هادا ونتمنى انها تعجبكم وتكون في حسن الطان ديالكم ورح كجيم قرمشة من بره ومن الداخل كجير طبا وزوينه اه ضروري انكم تجربوها رح تستحق التجربة وغادي نحاول نقطع معكم واحطرها فتشوفوا كيف اجت من الداخل وما تبخلوش اللي بلايك ديالكم ولا تعليقاتكم اه زوينين ولا خيبين مهم تعليقاتكم كتهمني وعلى الرسولين وشكرا على الناس اللي كيدعموني شكرا شكرا بزاف ومرحبا بكل واحد جديد اه معانا ونتلقوا ان شاء الله فيديو اخر او لوصفة اخرى وبي باي عليكم اشتركوا في القناة